أسباب تسرب الأطفال من المدارس تساهم به العديد من العوامل واحدة منها هي العمل في المستعمرات الإسرائيلية منظمة Human Rights Watch أوضحت في تقرير لها بعنوان عرضة للاستغلال عمل الأطفال الفلسطينيين في المستعمرات الزراعية الإسرائيلية في الدفة الغربية وأن هذه المزارع تستخدم الأطفال الفلسطينيين لغرس المحاصيل الزراعية وحصادها وتعبئتها بغرض التصدير لافتة إلى تعرضهم لظروف خطيرة كما وأشار التقرير ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 24% من جميع العاملين الفلسطينيين من المنطقة جيم وفوادي غور الأردن يعملون في المستعمرات وغالبيتهم يعملون في مجال الزراعة 15% من العاملين في المستعمرات الإسرائيلية تحت سن الثامنة عشرة وأكثر من نصفهم تتراوح أعمارهم 16 عاماً وأقل في الوقت الذي يتم فيه مد المستوطنات الزراعية بالمياه العذبة يحرم الفلسطينيون من الحصول على كميات مياه كافية كما أشارت المنظمة إلى معاناة الأطفال الصحية أثناء عملهم فبعضهم عانى من الغثيان والدوار والبعض الآخر فقد الوعي أثناء العمل حرارة الصيف التي كثيراً ما تتخطى الأربعين درجة مئوية في الخلاء وتزيد عن ذلك داخل الصبات التي يعمل بها كثير من الأطفال وأطفال آخرون تعرضوا للقيء ومتعب التنفس والتهاب العينين والطفح الجلدي بعد رش المبيدات أو التعرض لها كما اشتكل بعض من آلام الظهر بعد حمل صناديق تقيلة منلؤة بالمحاصيل أو حمل عبوات المبيدات على ظهرهم العمل في المستعمرات استغلال للأطفال كأيد عاملة رخيصة ويؤدي إلى حرمانهم من التمتع بطفولتهم وفي حصولهم على مقدار مناسب من التعليم